أظهرت بيانات وزارة الزرعة الأوكرانية أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر عادت تقريبا لمستوياتها قبل الأزمة على الرغم من إغلاق العديد من المواني وترجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير الماضي بعد أن أغلاقت الحرب مواني أوكرانيا على البحر الأسود مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط أعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيرامي هانت إلغاء جميع إجراءات خفض الدرائب التي كشف عنها في موازنة الشهر الماضي بعدما هزت أسواق المال كما كشف هانت عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه استرليني سنويا من الإرادات الإضافية وذلك مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات بسبب خطط سابقة للحكومة وفيما يخص أزمة الطاقة أكد الوزير أن الحد الأقصى لأسعار الطاقة والذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى إبريل وبعد ذلك ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للدغوط قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فاندر ستارتين إن الحكومة أمرت بتفتيش البنية التحتية للغاز في بحر الشمال بعد العثور على أربعة تسريبات على خطوط أنابيب نوردسترين في أواخر سبتمبر الماضي ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن التخريب كان وراء التسريبات في خطوط الأنابيب الروسية تحت سطح البحر إلى أوروبا فيما أعربت الحكومة الفيدرالية البلجيكية عن قلقها بشأن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاع الطاقة قال وزير المالية الفرنسي برينو لومار إن وقت المفاوضات مع أعضاء نقابات العمالية المضربة قد انتهى ومن جهتها ذكرت الكنفيدرالية العامة للشغل في فرنسا أن العمال وصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات نفطية مما أضر بإمدادات الوقود في فرنسا وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الفرنسية أن 27.3% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات وتشهد شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات متكررة على ارتفاع الأسعار إذا حفزت الإضرابات المستمرة منذ أسابيع في مصاف النفط المطالبة بزيادة الأبور دعوات للمطالبة بإضراب عام يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعا يومي الخميس والجمعة المقبلين لبحث وضع حد أقصى لأسعار الغاز التي انقسموا بشأنها منذ أسابيع ولا تزال بعض الدول من بينها ألمانيا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز لا تزال أزمة الطاقة تثير لانقسامات بين أروقة القادة الأوروبيين بين مؤيد ومعارض لوضع حد أقصى لأسعار الغاز دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة ووصلت إلى طريق مزدود منذ أسابيع بشأن ما إذا كان سيتم وضع الحد الأقصى للأسعار أم لا إضافة إلى كيفية وضع هذا الصقف إن تم إقراره وضغطت أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي على التكتل لتحديد صقف لسعر الغاز الذي يصل إليها سواء عبر خطوط الأنابيب أو المسال مع بدء فصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية في المقابل لا تزال بعض الدول ومن بينها ألمانيا أكبر سوق للغاز في أوروبا تعارض ذلك مؤكدة أن وضع حد أقصى للأسعار قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الغاز أو ترك دول تواجه صعوبات في جذب الإمدادات من الأسواق العالمية وتعارضت برلين لانتقادات شديدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لمماطلتها في هذه المسألة وبعدما أعلنت عن صندوق بـ 200 مليار يورو لتمويل شراء الغاز على الصعيد الوطني ومع استمرار الأزمة تواصل أوروبا جهودها للسيطرة على أسعار الطاقة المرتفعة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا شتاء صعبا يشهد ندرة في الغاز الروسي وأزم التكاليف معيشة وركودا محتملا وارتفعت أسعار الغاز بسبب خفض روسيا التدفقات إلى أوروبا في أعقاب عمليتها العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة عليها كشفت صحيفة والسريت جورنل عن تحذير صانع السياسات في جميع أنحاء العالم من مخاطر متزايدة من أن يتحول التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود أكثر حدة وذلك بسبب التضخم القوي وذكرت الصحيفة أنه من المرجح أن يؤدي تقرير التضخم الأمريكي السيء الذي صدر الأسبوع الماضي إلى إبقاء مجلس الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بسرعة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات التي تمثل أكثر من ثلث الناتج العالمي ستنكمش العام المقبل في حين أن نمو الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين سيتوقف بشكل أساسي ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام وفقا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية هذا وسجل قطاع النقل مئة واثنتين وستين حالة إفلاس بزيادة 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاثة أعوام مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الاقتصاد الياباني الثالث أكبر اقتصادات العالم فارتفع عدد حالات إفلاس الشركات إلى مستويات قياسية ووصلت نسبة الإفلاس إلى 6.9% في الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضي في أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام ووفقا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية يابانية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات في سداد المساعدات المالية التي تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام النجم عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكي وكذلك مقابل العملات الرئيسية الأخرى إجمالي والالتزامات التي خلفت الشركات المفلسة ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 مليون ين بما يوازي 11.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة قطاع النقل في اليابان سجل 162 حالة إفلاس بزيادة تبلغ 42.1% عن أول ارتفاع تم تسجيلهم منذ ثلاث سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وفي المقابل سجل قطاع العقارات اليابانية 104 حالات بانخفاض بلغ 5.4% وهو أقل رقم منذ ثلاثين عاما وشهدت المحافظات 29 حالة إفلاس معظمها في هوكايدو وكيوتو بينما تم تسجيل 16 حالة في أوساكا وهيروشيما سجلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية مع تواصل الأزمة السياسية في البلاد والتي تحول دون التواصل إلى أي إصلاحات اقتصادية ولامس سعر الصرف بـ 40 ألف ليرة مقابل الدولار في مستوى هو الأدنى منذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة أعوام ويصنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم ومنذ صيف العام 2019 خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حدة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار ترجمة نانسي قنقر